الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لومكم سباتا وجعلنا الليل نباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ولباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصر كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وافتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يعجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمؤتين نفاز النائق أعذابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لقوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازيات قطعا يوم يتكلمون في القرآن يومي يوما بعد أنه قمت لقرب مجرد المرء في غانا يومي يوما إلى المرء المقرآن في القرآن يومي يتكلمون في المرء في الدولة في السودان وهي الآن في جاسكي لأساعده في المجتمع وقد قلت لنا هنا لكي نعطينا مع بعض الأشياء في إثناء لذلك سوف نعطيه لكي 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 نعطيه على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة والصلاة والسلام على ملا نبيا بعده سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واشحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الضيوف الكرام أساتذتي الزملائي الحفل الكريم أكفي هذا المقام العظيم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء لجنة المسجد مرحب بضيوفنا الكرام أعزاء في هذه الأنسية ترحيبا حارا ونقول لكم أهلنتم أهلا ونزلتم سهلا وكما لا يخفى علينا أهمية المسجد ورسالتها في حياة المسلم حيث المسجد هو مهد الانطلاق لهذا الدين وأول عمل قام به عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى المدينة المنورة بناء المسجد فمن هذا المكان يعلم الجاهل وينبه الغافل وينصح المقصر وتكون بباكي شؤون الإجتماعي وبلغ لهذه الأهمية أن بنى الله عز وجل بيتا في الجنة لمن بنى له مسجدا نحن في هذه اليوم المباركة نفتتح هذا المسجد ولا شك أن هذا المسجد لم تكن صدفة وليدة وإنما بجهد الجهات المعانية وعلى رأسها جمعية خدمات الإحسان التي تسعى لحل القضايا والمشاكل المتعلقة بالإسلام والمسلمين في هذه المنطقة المصمى بفلتة التي تعاني من كل الدعات ودياب المساجن بمعنى الكلمة وعلى هذا أريد أن أنتخذ هذه الفرصة وأشكر جميع خدمات الإسرائيل وجميع مشرفيها ونكون للمحسن أحسنتك ونرجو مزيدا من أونكم ومساعدتكم متواصلة كي نتضاعف من جهودنا لخدمة الإسلام وأبناء المسلمين ومن هنا أكف وأنتكي الكلمة إلى لغة محلية كي تأمو الفائدة الحمد للرب العالمين أحسنتكي المسلمين ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر